وزارة التربية السورية الثاني الثانوي الأدبي مادة اللغة الإنجليزية كتاب الطالب تقدمت مبادرة الضوء بصوت بلسم حبيب يغطي هذا التسجيل وحدة الرابعة Being prepared مراجعة الدروس من العاشر حتى الثاني عشر من الصفحة 104 حتى الصفحة 107 نبدأ تمارين القواعد والمفردة grammar and vocabulary السؤال الأول لدينا في هذا التمرين مجموعة من المواقف التي حدث فيها خطأ ما سنستخدم الكلمات أو الجمل التي بين قوسين لنقول ماذا كان على الأشخاص أن يفعلوا لتجنب هذه الأخطاء باستخدام should or shouldn't have A. It was a difficult book to read كان كتابا تصعب قراءته بين قوسين Put glasses on الإجابة You should have put your glasses on كان عليك أن ترتدينا الضاراتك B. I was very hungry by lunch time كنت جائعا جدا مع حلول وقت الغداء بين قوسين Eat more breakfast الجواب You should have eaten more on breakfast كان عليك أن تأكل أكثر على الفطور C. I went out in the evening and got very cold خرجت مساء وشعرت ببرد شديد بين قوسين Go out a t-shirt الجواب You shouldn't have gone out in a t-shirt ما كان عليك أن تخرج مرتديا القميص D. Someone stole my car أحدهم سرق سيارتي بين قوسين Lock doors الجواب You should have locked the doors كان عليك أن تقفل الأبواب E. I ran out of petrol in the middle of the desert نفذ مني الوقود في منتصف الصحراء بين قوسين Fill up with petrol الجواب You should have filled up with petrol كان عليك أن تملأ سيارتك بالوقود F. I got stuck in traffic and couldn't tell anyone علقته في ازدحام المرور ولم أستطع أن أخبر أي أحد بين قوسين Leave mobile phone at home الجواب You shouldn't have left your mobile phone at home ما كان عليك أن تترك هاتفك في البيت نهاية التمرين الأول السؤال الثاني حسام had locked his keys inside his car He got into his car by climbing through the sunroof حسام ترك مفاتيح سيارته في الداخل دخل إلى السيارة عن طريق التسلق من فتحة السقف What do you think he should have done? Use these verbs and nouns in your answers ماذا تظن أنه كان عليه أن يفعل؟ استعمل هذه الأفعال والأسماء في إجابتك One phone garage He should have phoned a garage for help Two go home spare keys الجواب He should have gone home for the spare keys كان عليه أن يذهب إلى البيت لحضار المفاتيح الإضافية Three break lock الجواب He should have broken the lock كان عليه أن يكسر القفل Four climb sunroof الجواب He should have climbed through the sunroof كان عليه أن يتسلق عبر فتحة السقف Five buy new keys الجواب He should have bought some new keys كان عليه أن يشتري مفاتيح جديدة Six force open back window الجواب He should have forced open the back window كان عليه أن يفتح النافذة الخلفية قصريا نهاية التمرين الثاني سؤال ثالث Are the verbs in these sentences right or wrong? Rewrite the incorrect sentences هل الأفعال في هذه الجمل صحيحة أم خاطئة؟ أعد كتابة الجمل الخاطئة Scientists are believing that earth is getting warmer يعتقد العلماء بأن الأرض تصبح أكثر دفئا هذه الجملة خاطئة والصحيح Scientists believe that earth is getting warmer B My friends and I are thinking that protected areas in Syria are a good idea أنا وأصدقائي نعتقد بأن المناطق المحمية في سوريا هي فكرة جيدة هذه الجملة خاطئة أيضا والتصحيح كالتالي My friends and I think that protected areas in Syria are a good idea C She is expecting an email about the job she applied for إنها تنتظر بريدا إلكترونيا حول العمل الذي قدمت عليه هذه الجملة صحيحة D Syrians have good habits when it comes to protecting the environment لدى السوريين عادات جيدة عندما يتعلق الأمر بحماية البيئة هذه الجملة صحيحة E Most people aren't knowing very much about the environment لا يعلم معظم الناس جيدا حول البيئة هذه الجملة خاطئة والتصحيح Most people don't know very much about the environment F Experts are thinking that pollution is getting worse يعتقد الخبراء بأن التلوث يصبح أسوأ هذه الجملة خاطئة والتصحيح Experts think that pollution is getting worse نهاية التمرين الثالث لدينا في التمرين الرابع مجموعة من الأشخاص يقولوا كل منهم شيئا سوف نقوم بنقل كلامهم مع مراعاة القواعد الصحيحة في الكلام المنقول يقول الشخص A I am going on holiday next week يكون الجواب He said he was going on holiday the following week قال بأنه سيذهب في عطلة في الأسبوع التالي B I love the summer holidays أحب عطل الصيف يكون الجواب He said he loved the summer holidays قال بأنه سيحب عطل الصيف C My family goes on holiday twice a year تذهب عائلتي في عطلة مرتين في العام الجواب He said his family went on holiday twice a year D I went on holiday last week ذهبت في عطلة الأسبوع الماضي جواب She said she had gone on holiday the previous week E We visited Brazil last year زرنا البرازيل في العام الماضي الجواب She said they had visited Brazil the previous year F We're really enjoying our holiday نحن حقا نستمتع في عطلتنا الجواب She said they were really enjoying their holiday نهاية التمرين الرابع في التمرين الخامس سنقوم في عكس ما قمنا به في التمرين السابق لدينا كلام معقول وسنقوم بكتابة الكلام الأصلي الذي يقوله الشخص A أحمد said he always drove carefully قال أحمد بأنه لطالما قاد بحذر يكون كلامه الأصلي I always drive carefully أنا دائما أقود بحذر B أخبرتني أسما بأنها كانت تشعر بالمرض يكون كلامها الأصلي كالتالي I am feeling ill أنا أشعر بالمرض C وليد said he had passed his math exam قال وليد أنه اجتاز اختبار الرياضيات الجواب I passed my math exam D تالا told me she wanted to be a teacher أخبرتني تالا بأنها أرادت أن تكون معلمة الجواب I want to be a teacher E ويسام told me he loved fast cars أخبرني ويسام أنه يحب السيارات السريعة الجواب I love fast cars F مايسا said she was learning to play the flute قالت مايسا بأنها تتعلم العزف على الفلوت يكون كلام مايسا الأصلي I am learning to play the flute نهاية تمرين الخامس تمرين السادس عبارة عن فراغات الكلمات المطلوب وضعها في الفراغ موجودة لكن سنقوم بصياغتها بشكل صحيح بحيث تلائم الجملة A It's فراغ To drive fast in the town center الكلمة المطلوب وضعها Danger الصياغة الصحيحة Dangerous تصبح الجملة It is dangerous to drive fast in the town center إنه خطير لأن تقود بسرعة في مركز المدينة B فراغ Drivers don't have accidents الكلمة المطلوبة Care الصياغة الصحيحة Careful تصبح الجملة Careful drivers don't have accidents السائقون الحذرون لا يتعرضون الحوادث C The fire in the shop was farang Nobody started it الكلمة المطلوبة Accident الصياغة الصحيحة Accidental The fire in the shop was accidental Nobody started it والحريق في المتجر كان عفويا لم يتسبب به أحد Don't drink that stuff It is فراغ الكلمة المطلوبة Poison الصياغة الصحيحة Poisonous Sam الجواب Don't drink that stuff It is poisonous لا تشرب ذلك الشيء إنه سام E It is The فراغ Of parents To make sure Their children are safe الكلمة responsible مسؤول سياغة صحيحة Responsibility مسؤولية It is The responsibility of parents To make sure Their children are safe إنها مسؤولية الأباء أن يتأكدوا من أن أطفالهم بأمان F Earthquakes are examples of فراغ Disasters الكلمة المطلوبة Nature الصياغة الصحيحة Natural طبيعي F الجواب Earthquakes are examples of natural disasters الزلازل يأمثل على الكوارث الطبيعي G Cars and other vehicles cause فراغ الكلمة Pollute يلوث الصياغة الصحيحة Pollution تلوث الجواب Cars and other vehicles cause pollution H فراغ warming is leading to climate change الكلمة globe globe أي كوكب الجواب Global warming is leading to climate change الاحتباس الحراري العالمي يقود إلى تبدلات المناحة نهاية التمرين السادس التمرين السابع Choose the correct words in these sentences يجب اختيار الكلمات الصحيحة في هذه الجمل A Some people are afraid of spiders and mouse or mice بعض الناس يخفون من العناكب والفئران الجواب الصحيح Mice B Your temperature is very high or tall You should see a doctor حرارتك مرتفعة جدا عليك أن ترى الطبيب الجواب High Your temperature is very high C Shaza is not as high or as tall as her older sister Shaza ليست بطول أختها الكبرى الجواب Tall Shaza is not as tall as her older sister D Women or women usually live longer than men or men النساء عادة يعيشنا أطول من الرجال الجواب أولا women ثانيا men تصبح الجملة Women usually live longer than men E I can't afford to buy that car The price is too high or tall لا أستطيع شراء تلك السيارة السعر مرتفع جدا الجواب High The price is too high F Some people believe that child or children watch too much television بعض الناس يعتقدون بأن الأطفال يشاهدون التلفاز بكثرة جواب Children نهاية التمرين السابع Project 4 Composing guidelines for making the world a safer place يطلب منك في الموضوع أن تكتب مجموعة من التعليمات والقوانين لجعل العالم مكانا آمن Stage 1 المرحلة الأولى What are guidelines? Read the guidelines for visitors to Al-Talila Nature Reserve and discuss these questions اقرأ هذه التعليمات الموجهة لزوار محمية التليلة الطبيعية وأجرب عن الأسئلة Travel guidelines for visitors to Al-Talila Nature Reserve Protecting wildlife حماية الحياة البرية Do not disturb any animals or birds لا تزعج أي من الحيوانات أو الطيور Do not feed or touch animals so that they don't change their behavior لا تطعم أو تلمس الحيوانات كي لا تقوم بتغيير سلوكها Take care not to damage plants when you are walking, tricking or driving انتبه جيدا لألا تؤذي النباتات بينما تمشي أو تقود Respect the environment احترم البيئة Do not leave rubbish on land or in water لا تترك القمامة على الأرض أو في الماء Do not take anything away with you like rocks, plants or bird eggs لا تأخذ معك أي شيء كالصخور, النباتات أو بيود الطيور Be safe كن بأمان Be ready for extreme weather Take the right equipment and clothes كن مستعدا للطقس السيء خذ معك المعدات والملابس المناسبة Stay with your group ابقى مع مجموعتك Don't try to do anything you have never done before لا تحاول أن تقوم بشيء لم تفعله من قبل نهاية النص الأسئلة المتعلقة به What kind of language is used ما هو نوع اللغة المستخدمة في هذه التعليمات؟ الجواب The imperative يستخدم فيها صيغة الأمر B What is the purpose of the three main headings؟ ما هو الهدف من العناوين الثلاثة الرئيسية؟ العناوين الثلاثة الرئيسية في النص كانت Protecting wildlife حماية الحياة البرية Respect the environment احترم البيئة Be safe كن بأمان جواب السؤال To make the text as clear as possible أي أن الهدف من هذه العناوين الثلاثة الرئيسية أن نجعل النص واضحا قدر الإمكان نهاية مراجعة الدرس العاشر حتى الثاني عشر ونهاية التسجيل ترجمة نانسي قنقر